معلومات ضئيلة حول استراتيجية القضاء على تنظيم الدولة بقيت تراوح مكانها لفترة طويلة لم يعرف منها سوى غارات التحالف الدولي على العراق وسوريا وتدريب القوات العراقية وتسليح المعارضة السورية ثلاثة محاور أول ما تكشف عنها بحسب تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر مؤخرا أن الغارات الجوية وحدها ليست كافية للقضاء على التنظيم هذه الأسباب وغيرها لربما سرعت ما كان بطيئا ودفعت بيكارتر إلى دعوة دول التحالف في اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس اختتم بإجماع وزراء سبع دول غربية أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا واستراليا وهولندا على مواصلة الحملة ضد تنظيم الدولة وتدمير معاقله في سوريا والعراق فيما انتقدت كل من فرنسا والولايات المتحدة على لسان وزراء دفاعها استهداف روسيا المعارضة السورية بدلا من التركيز على استهداف مقرات التنظيم وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون عبر عن انزعاجه من القصف الروسي مشيرا إلى تقديرات بمقتل مئات المدنيين السوريين منذ بدء الحملة الروسية نهاية أيلول الماضي بينما اعتبر أشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع أن سياسة موسكو تجاه القضية السورية خاطئة الروس يسيرون على طريق خاطئ استراتيجيا وفي بعض الحالات تكتيكيا ليس بيننا أي أساس لتعاون أوسع معهم من جانبه دعا وزير الدفاع الفرنسي جان لودريان روسيا إلى وقف استهداف مواقع فصائل المعارضة التي تقاتل بدورها تنظيم الدولة على الأرض روسيا تلعب دورا مهما في الملف السوري نحن نقدر هذا ونرغب بأن تركز جهودها على داعش وتتوقف عن ضرب المجموعات التي تقاتل هذا التنظيم مصادر فرنسية وأمريكية قالت إن الاجتماع استعرض حصيل التحركات التحالف ودرس سبل تكثيف الغارات الجوية وبحث في كيفية توسيع الحملة وضم دول جديدة وبالأخص دولا عربية غابت مشاركتها في الاجتماع هذا على أن يؤقد اجتماع آخر موسع في بروكسل بمشاركة 26 دولة الشهر القادم لتقديم أفكار وشرح قدرات العسكرية لجميع الدول المشاركة في الحملة ضد تنظيم الدولة وفقا لتصريحات كارتر وفقا لتصريحات كارتر